خلي نحطك لسيناريو المطش بما تفكر كده المطشات اللي مقفولة الأهلي بيعمل فيها إيه إحنا تكلمنا يمكن قبل الفصل أنه الأهلي لعب التلت مطشات مستيركولر ما زهرش بشكل واضح في التلت كل مطش كان ليه ظروفه كل مطش كان ليه تشكيله كل مطش كان ليه طريقته فتب بيكلم في تلتة أربعة العيبة أحمد في التشكيل معاك تلتة أربعة العيبة تلتة أربعة العيبة في الدور ده من دور الأبطال كثير على مطش زي مطش الترجي بره بالتالي هل تتوقع أنه يبدأ مثلا بتشكيله البيراميدز ولا يرجع للتشكيل اللي لعب بيها قدام الرجاء هل تتوقع أنه يلعب بطريقة دفاعية زي ما لعب مع الرجاء فيما لعبه ولا تتوقع أنه يبقى طمعان أكتر بما أنه المباراة تعتبر يعني بدون جمهور فبالتالي فرص الأهلي في أنه يحقق نتيجة إيجابية أنه ممكن ليلقى ما فكرش أخطف زي ما عملت مع التحدي المنستيري في بداية المشوار ألعب على جيم مفتوح وحاول أكسب تتوقع ميستر كولر بيفكر في المباراة زي وتتوقع الترجي هيبدأ مع الأهلي ازاي خالينا في الأهلي الأهلي طبعا ميستر كولر أعتقد أنه مش هينزل بشكل هجومي من بداية اللقاء هو ممكن يلعب 4-3-3 يقام من نصف ملعب شوية ويشوف الدنيا فيها أيوم ولأنه عنده كمان رؤية كويسة جدا بيفكر ميستر ملعب جزي في التغيير اللعيبة من جوا الملعب حسب رؤية الماتش حسب نتيجة اللقاء حسب هو عاوزة من اللقاء بيبتدي يشتغل ويحرك الناس جواه مع التغييرات أعتقد أن التشكيل ممكن مايلعبش بنفس التشكيل اللي بدأ بماتش السوبر يعني أعتقد الكندوزي ممكن يقعد ثم تحطيرنا التشكيل 4-3-3 الطريقة اللي هيواجه بيها ميستر كولر أعتقد أن ممكن يلعب الشناوي طبعا اللي هو بحيي طبعا قدم مستوى هايل وكان عنصر مهم جدا في النادل آهلي ياخد البطولة وعنصر مهم جدا في البطولات اللي النادل آهلي يشارك فيها وخدا كان الشناوي ليه دور كبير جدا مع طبعا اللعيبة والجمهور اللي كان موجود هيلعب محمد هايل الجمهور بيقول الشناوي استعاد جزء كبير جدا من مستوى في المطشاط الأخير والله يا أحمد بص أنا شايف أنه وجد نظري أنه ده مستوى الشناوي الحقيقي يعني مستوى الشناوي هو ده أيو بس إحنا يعني خلينا نتفق أنه فيك في دروبات أكيد أكيد في دروبات حصلت أكيد منها تنشنة يعني خلي بالك أنا أترك في البداية إيه لعيبة النادل آهلي هم يكونوا متنشنين مش هيقدوا بشكل كويس البنيادم الطبيعي لو هو متنشن في بيته ولا متنشن في حاجة هتلاقي مود وحش ده لعيب كورة فلازم يبقى متهيق نفسيا كويس تمام المطشاط اللي كان الشناوي فيها كان مستوى مهزوز أو ما كانش موفق هتلاقي مشدود في اللقاء يتخنق مع حد يتشد في حتة هتلاقي مشدود ده مش شخصيته ولا طريقته فبالتالي بيقى مستوى مش كويس ممكن في بعض الأوقات خلي بالك الرجل ده بلعب باله أربع خمس سنين فطبيعي أن كنت متواصل متواصل مع المنتخب ومع النادي الأهلي بجميع البطولات يلعب كاس عالم ويلعب كاس أفريقيا وبعدين راح مع أولمبيات مع كابتن شاوه غريب وبعدين يرجع تاني يلعب بطولة مش عارف إيه ويرجع تاني يعني طبيعي وطأت البشر طبعا وخلي بالنسبة لحارس مرمى وصلنه كويس ولكن أكيد دلوقتي مش زي من أربع سنين كبدنيا لكن أنا شايف أنه هو دلوقتي الحمد لله هو ماشي كويس تركيز مع مدرب كويس مع كل الحراس الموجودين عالي ومصطفى وحمزة وكل الناس ومخلوف كل الناس الموجودة أكيد بيورد فيه تنافس بينهم ولكن أنا شايف أنه هو وضع طبيعي أنه في خلال أربع خمس سنين لما تغلط عشر مطشاط مثلا خمستاشر مطش في الخمس سنين مقبول ده طبيعي فأنا شايف أنه هو بيقدر بشكل كويس وكان ممتاز وأتمنى أنه هو يستمر عشان ده يفرق جدا مع الندل هاني إن شاء الله ويلعب هاني كما كان فارغ على فكرة كمان في مواجهة الرجوع تحديدا كمان الحقيقة طبعا تحت القاهرة هنا برابع عليك يا حمد وإنفرادين في أول اللقاء يعني فاول وإنفراد فرق جدا طبعا ويلعب هاني هي لعب عبد المنعم أعتقد ياسر إبراهيم ونزل التمرين أعتقد ليه دور وعلي معلول وهيلعب بمروان أكتر حينها دائما الناس بتحتار في خط النص بس سبحان الله مروان دلوقتي الناس بقت عايزة تشوفه بمستوى أنا شايف أن مروان كمان من اللعيبة اللي فيها قبول للناس يعني كوش كشخصية الناس حباه وحبته أكتر بمستوى ممكن تحبه من غير مستوى برضه أنا لسه أكمل لك ممكن تحبه أنا لسه أقول لك هو فيه لعيب كده ممكن يتحب فيه لعيب حتى لوحش كاريزمتك زائد المستوى طبعا هو حط بصمة رغم أنه لما يجي ما كانش يلعب بشكل أساسي معناه دالي ولكن حط بصمته وأنه خلاص بقى عنصه مهم الراجل وضح كمان وثق فيه طبعا عندك حمدي فاتحي أعتقد ممكن يلعب هنا بقى يلعب بالديانج تالت معاهم يديانج ممكن يلعب بقى أفشة لأنه خلي بالك ومستمر كلهم مش راح يدافع برضه خلي بالك وأعتقد حسين الشحات هيبقى ليه دور كبير جدا وبستا وكهرباء أكيد هيلعب ده التشكيل اللي هو ممكن نعب لكن هو مش هيبدأ بنفس التشكيل اللعب به ماتش السوبر ليه لأن الترجي أكيد هيتفرج على ماتش السوبر على أساس أنه أخر ماتش يشتغل عليه ولكن زي ما قلت لك أي حد هيلعب أنت خلص اللعيبة كلها هدفها البطولة وماتش مهم أن كنت تسعد للفاينال وإن شاء الله الترجي زي ما أنت قلت بوش حلو علينا ونخلص من تونس بإذن الله